بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا دعاء واحد دعاء واحد أخي الحبيب تعهد النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا قلته سيحفظك من شر الحاسدين هذا كلام الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ما هو هذا الدعاء وما هي أهمية هذا الدعاء في حفظنا اليوم ولماذا معظم الناس تصيبهم كثير من المصائب ولا يجد الحل مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حلولا كثيرة منها هذا الدعاء أنه يحفظك من شر كل حاسد ومن شر كل من يريد أن يؤذيك ومن شر أي شيء أنت تعلمه أو لا تعلمه سنتعمق معا في هذا الدعاء كلماته رائعة جدا أيها الأحبة وسوف نحفظ هذا الدعاء الآن إن شاء الله مع العلم أن معظم الناس معظمهم يجهلونه للأسف وهي كلمات رائعة جدا وبسيطة وسهلة لحفظ يصرف الله عنك بها الشر ما هي هذه الكلمات؟ انظروا أيها الأحبة رجاء أن ننتبه معي فقط ثلاث دقائق سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كم كلمة؟ عدد بسيط يعني سطر ونصف فقط تستطيع أن تحفظها الآن أخي الحبيب طبعا إذا علمنا المعاني العميقة الموجودة في هذه الكلمات سيسهل حفظها جدا أولا أخي الحبيب كلمة سبحان الله كلمة عظيمة جدا معناها أنزه الله عن كل شيء لا يليق به عز وجل طيب إذا كان لديك مشكلة لديك مرض لديك هم عندما تقول سبحان الله أريدك أن تتخيل وأنت تقول هذه الكلمة أنني يا رب أنا أنزهك عن أن تعجز عن شفائي أو حل مشكلتي يعني كأنك عندما تقول سبحان الله تقصد في داخلك أن الله سبحانه وتعالى يستطيع حل مشاكلي تعالى الله أن يعجز عن حل مشكلة وهو الذي خلقني ورزقني وهو الذي يسير الكون هو الذي يتحكم بكل ذرة من ذرات الكون أخي الحبيب لا تصدق أن أحدا يستطيع أن يفعل شيئا في هذا الكون حتى نسمة الهواء هذه لا تتحرك إلا بأمر الله كل الخلق خاضعون لله فهذا الحاسد الذي يريد أن يؤذيك هذا يخضع لله تعالى ولا يستطيع أن يضرك إلا بشيء كتبه الله عليك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله والله إذا كتب الله لك خيرا أو رزقا أو شفاءا أو أي شيء فيه خير لك لو اجتمع الكون كله لا يستطيع أن يمنع عنك هذا الخير وإن يردك بخير فلا رد لفضله إذن عندما تقول سبحان الله هذا الجزء الأول من الدعاء يعني أنا أنزه الله والله سبحانه وتعالى يتعالى فوق همومي ومشاكلي الله قادر أن يحل مشكلتي إذن سبحان الله تمنحني ثقة بهذا الإله العظيم لاحظتم أيها الأحبة كثير من الناس يقول سبحان الله ولا يدري لماذا يقول هذه الكلمة مع العلم أن هذه الكلمة ثقيلة جدا عند الله مفعولها كبير جدا تنجيك حتى من أعماق البحر سيدنا يونس عليه السلام كان في ظلمات البحر وفي ظلمات بطن الحوت فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إذن أنا من خلال هذه الآية أستطيع أن أكتشف معكم أيها الأحبة أن كلمة سبحان الله فيها قوة قوة رائعة في النجاة لأن الله قال بعد ذلك وكذلك ننجي المؤمنين فيها شفرة نحن لا نفهمها ولكن الكون يستجيب لها يعني كلمة سبحان الله أثقل من هذا الكون كله إذن أخي الحبيب سبحان الله يعني أنزه الله أن يعجز عن حل مشكلتي الله قادر أن يحل هذه المشكلة قادر أن يحفظني من شاب كل شيء القسم الثاني وبحمده سبحان الله وبحمده يعني أنزه الله وأحمد الله على كل حل إذن أنت لسان حالك عندما تقول سبحان الله وبحمده لسان حالك يقول يا رب أنا أنزهك فأنت قادر على أن تحل مشكلتي وأن تحفظني من شر هذا الحاسد أو شر هذا الذي يريد أن يكيد لي أو يمكر بي أو يتآمر علي وأحمدك على ما قدرت لي الرضا يعني يجب أن تنزه الله أولا ثم ترضى بقضاء الله وتحمد الله إذن هذا الجزء الثاني الجزء الثالث لا قوة إلا بالله يا رب هذا الأذى الذي أصابني لم يصبني بأمر أحد بل بقوتك أنت لأنه لا قوة في الكون إلا قوة الله لا قوة إلا بالله الله هو القوي العزيز هو المسيطر على الكون لا قوة إلا بالله هنا أيها الأحبة انتبه وركزوا معي ثوان معدودة هذه الكلمة لا قوة إلا بالله تحول دماغك وتفكيرك وقلبك وعقلك من الخوف من الناس إلى الخوف من الله يعني القوة بيد الله فهذا الذي يريد أن يؤذيني ماذا يملك ولا شيء ليس بيده شيء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إذن الجزء الثالث لا قوة إلا بالله اعتراف أن قوة الله هي المسيطرة رابعا ما شاء الله كان هنا هذه الكلمة من أروع الكلمات التي يمكن أن يقولها كل إنسان مظلوم أو مهموم أو مريض أو ضاق رزقه أو ضاق عيشه لماذا أخي الحبيب أنت عندما تعلم أن كل شيء أصابك هو بأمر الله ما شاء الله كان وبمشيئتي مع للم أن الله لا يرضى الظلم لعباده الله لا يرضى الشر الله لا يرضى الفاحشة الله لا يرضى الكفر ولكن حتى الكافر لا يكفر إلا بمشيئة الله ليس ليس يعني من دون ما شئت الله لا لا أبدا إذن ما شاء الله كان لماذا أقول هذه الكلمة رائعة لأنني قد أصاب بمرض نتيجة عدوى معينة سأبقى أحمل هذا الشخص الذي أصابني بهذه العدوى المسؤولية وأقول لولا فنان لما أصبت بكذا ولولا كذا لما حدث كذا وهنا لو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفتح عمل الشيطان إذن الآن أنا مطمئن أنه ما شاء الله كان المرض هذا هو بمشيئة الله فالحمد لله وأنا حمدت الله في بداية الدعاء سبحان الله وبحمده إذن حمدت الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إذن لا تحزن على ما ضاع منك أخي الحبيب لا تحزن لا تحزن على الشيء تظن أنه خير وضاع منك قد يكون شر وأنت لا تعلم وأنت لا تدري لا تحزن على رزق أخذه فلان منك لا لا الرزق مقدر ومكتوب منذ أن كان عمرك 42 يوم في بطن أمك جنين صغير طولك سنتيمتر واحد فقط رزقك كتب وأجلك وعمرك وعملك رفعت الأقلام وجفت الصحف إذن عبارة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خامسا جزء الخامس وما لم يشأ لم يكن هذه تريح النفس أنا أعلم أن رزقي لن يأخذه أحد غيري وأعلم أن ما أصابني هو بأمر الله لأن فيه خير فيه مصلحة أخي الحبيب نحن لا لا نرى المصلحة ابنك عندما تأخذه إلى الطبيب فيجري له العملية الطفل يتألم ويقول لماذا أبي يفعل بي ذلك ويصرخ ويحقد على أبيه ولكن هو لا يعلم أن هذه العملية ستكون سببا في نجاته من الموت أو من الهلاك هو لا يعلم عندما يكبر يعلم فنحن الآن في هذه الدنيا كثير من الأشياء لا نعلمها ولكن بعد الموت سوف فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ستكشف أمامنا الحجب وسوف نعلم أن الله هو الحق المبين وأن كل ما أصابنا هو خير لنا المرض فيه خير لأنه يعلمنا الالتجاء إلى الله عندما تفقد ابنا تفقد امرأة تفقد زوجها أو العكس زوج يفقد زوجته أخ يفقد أخاه هذه المصيبة مصيبة الموت فيها خير لك لا تعلم إذا صبرت كم من الأجر ستأخذ يوم القيامة لأن الدنيا عبارة عن ساعة أخي الحبيب هي الساعة من ساعات يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ساعة واحدة فقط لذلك لا تستحق كل هذا العناء وكل هذا الهم وكل هذا الغضب والانفعال لا 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 هي ساعة ستمضيها وتذهب إلى الحياة الحقيقية التي سماها القرآن الحيوان وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلموا أي الحياة الحقيقية الدائمة التي لا تفنى سماها القرآن الحيوان طيب الجزء السادس من الدعاء أعلم أن الله على كل شيء قدير إذن يا رب أنت لا يعجزك أن تحفظني لا يعجزك أن تصرف عني شر هذا الحاسد أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير وهذه قالها العزير في سورة البقرة كما تعلمون الذي مر على قرية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه فلما تبين له ذلك أنه بعث بعد مئة عام وهو ميت بعثه الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الجزء السابع من هذا الدعاء وهو الأخير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ما فائدة أن نقول هذا الكلام أيها الأحبة هذا الذي يمكر بي هناك إله يكتب وهناك إله يرى ويسمع قال إنني معكما أسمع وأرى هناك إله يراه وإن رسلنا لديهم يكتبون هناك ملائكة تكتب والله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله ولكن مكر الله هو النجاة للمؤمنين الله سبحانه وتعالى يرتب الأمور لينجيك من شر هذا الحاسد بطريقة عجيبة لم تكن تتوقعها هذا الحاسد يمكر بك ليضرك ليوقعك ولكن مكر الله فيه خير لك ويوقع هذا الحاسد سبحان الله إذن أخي الحبيب عندما تقول أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أريدك أن تتخيل في داخلك في أعماقك أن هذه المشكلة التي أنت فيها سواء كانت مرضا أو هما أو قلة رزق أو إنسان يؤذيك قد يكون أقرب الناس لك يؤذيك ابن قد يكون ابن عاق ولا يا ذو بالله قد يكون زوجة يؤذيك قد تكون يكون قريب لك قد يكون شخص جارك أو كذا يجب أن تقول أعلم أن الله على كل شيء قدير أي أن الله قادر على أن يحفظني ويبعد عني الأذى ويبعد عني الشر وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أي أن الله يعلم ماذا يخطط هذا وهذا وهذا فهو العلم عنده فلا داعي أن أتعب نفسي تماما مثل أنت إذا ذهبت إلى يعني مثلا في العمل في العمل أحيانا الإنسان يتعرض لمضايقات فيذهب إلى صاحب العمل أو مدير الشركة فيقول له فلان يفعل كذا يقول له أعلم أنت استره أنا أعلم وأنا سأتصرف ولله المثل الأعلى فأنت عندما تقول أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إذن أنت هنا سلمت كل شيء لله سلمت القوة وسلمت العلم وسلمت المشيئة لله إذن أنت أرتاح والله هو الذي يدبر وهو الذي يصرف عنك الشر أخيرا أخي الحبيب رجاء لا تترك هذا المقطع إلا وأنت حافظ لهذا الدعاء البسيط جدا والجميل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أنا أريد أن ترسخ في داخلك معنى الحمد وسبحان الله معنى التنزيه سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما احفظه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاله حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قاله حين يمسي حفظ حتى يصبح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر